انا حكيت لك اما كنا بنتكلم لسه حتى من شوية قبل الفاصل وكنت بتقول يوسف الاسعار الاكل والشرب بص تاني مفيش حاجة هينفع تتعامل مش هتتعامل تحت اي ظرف عشان بس تبقى فاهم ولانه عارفين كويس اهمية توفير اللقمة للناس انه دي اهمية قصوى على رأس الاولويات هتخد بالك هو اصلا ايه الهدف من وجود حاجة اسمها اقتصاد في الدنيا وجود الاقتصاد في الدنيا هدفه ان هو يوفر لك احتياجاتك طيب و ايه اهم احتياج عند الانسان المسكن والمأكل والمشرب رأس الاولويات رأس الهرم صح طيب مصر بتشتغل على مشروع قومي لانتاج البيض الداجيني فين في طنطة ينتج قد ايه 20 مليون بيضة سنوية هتجي تقولي بس اصلا الاحتياج للمصر يقولك ده مشروع و يا عم هو دي اول مرة لا هل ده هيبقى اخر مشروع لا بس خلينا نفهم اكتر من دكتور خالد علي ابو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية اهلا بيك دكتور اهلا بسيادتك وبالسادة المستمعين وكل عام بحضرتك بخير وحضرت بالصحة والسلامة فرحنا بالمشروع الجديد يا فن والله حضرتك طبعا احنا في محافظة الغربية التعاون الزراعي الادارة العامة للتعاون الزراعي والجمعيات الجمعية التعاونية المركزية بالغربية عندها مشروعات انتاجية من اهم هذه المشاريع هو مشروع انتاج بيض المائدة المشروع ده طبعا موجود على ارض محافظة الغربية وبينتج 20 مليون بيضة سنويا طبعا حضرتك المشروع عبارة عن عدد خمس عنابر كل عمبر بياخد حوالي 17 ألف دجاجة الانتاج اليومي للعنابر دي بيبقى حوالي 20 ألفين طبع يوميا في اليوم الواحد بمعدل 60 ألف بيضة كويس البيض اللي ناتجناها حضرتك يا سيد يوسف بيتم بيعه على التجار وعلى في المنافذ بتاع وزارة الزراعة اللي موجودة داخل محافظة الغربية عندنا تسع منافذ موجودة منافذ سبتة بمدرية الزراعة وبالإدارات الزراعية بالتمن مراكز اللي موجودين على مصار محافظة بندي للتجار احتياجاتهم والباقي بناخده بنعرضه عندنا في المنافذ وبالأسعار اللي بتبقى البورصة بتحددها بلاسترشد بأسعار البورصة وبنبيع للمستهلكين بحيث نسد الفجوة ونحقق الاكتفاء الزاتي من انتاج بيض من البيض المائدة عشان نحقق للمستهلك احتياجاته اليومية طيب ده كلام عظيم جدا ده معناه ان المشروع قائم ولا هو قيد القيام لا المشروع قائم وهو ينتج حلو جدا طيب ده هنا يخلي من اكثر من 20 سنة طيب عظيم جدا انا هرفع انتاجية المشروع ولا هفضل واقف عند هذا المعدل من الانتاجية لا حضرتك احنا طبعا في اتجاهنا ان احنا برضو نزود عدد العنابر ونعمل منشآت جديدة وعندنا برضو مصنع موجود داخل بنركب العلاي بتاعتنا عشان نخفض التكلفة بتاع الانتاج وطبعا حضرتك بنعتمد على الدرة الصفرة وفول الصوية والمركزات اللي بتخش فيه تكوين العلاي الخاصة بالمشروع بحس ان احنا بنعتمد على نفسنا في يعني ان احنا نوفر احتياجات الدجاج اللي موجودة من العلاي المركزة المطلوبة عشان نقلل من تكاليف الانتاج عظيم جدا طب دكتور خالد انا كده بشتغل على مسألة التحسين بتاع العليقة التي تقدم للدجاج وانواع التغزية ومركزاتها هل انا هبقى محتاج ان انا اغير او اطور الانواع والاصناف الداجينة اللي عندي بحس انها تبقى اكتر انتاجية طبعا ده اتجاه طبعا اساسي في ان احنا ندور على السلالات اللي انتاجيتها عالية واللي تديني نسبة طبويت او نسبة انتاج عالية من البيض ويبقى العائد مجزي مع التكلفة لان المكانش فيه سلالة كويسة بتستخدم في التربية في انتاج البيض مش هتديني الانتاج المرضي اللي حقق عائد اقتصادي للمشروع اللي احنا مشغالينه باذن الله خير اشكرك جدا دكتور خالد كل الشكر لدكتور خالد علي ابو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية